طلاب الأول ثانوي اليوم راح نكمل موضوعنا راح ندخل في موضوع جديد اللي هو الشمس هلأ احنا كنا حكيين قبل هاي المرة عن اشي اسمه نظام شمسي مكونات النظام الشمسي وحكينا انه في كل نظام شمسي في عنا شمس هي مركزه وهي اساسه هلأ الشمس هي عبارة عن نجم زيها زي باع النجوم الفرق فيما بينها وبين النجوم التانية انه الشمس هي جزء من النظام الشمسي وهي النجم الوحيد اللي بيكون موجود في النظام الشمسي او في المجرة باقي النجوم كلياتها خارج حدود المجرات واشي كتير بعيد الشمس تبعتنا اللي هو محور دراستنا في هاي الحصة الشمس تبعتنا هي عبارة عن نجم متوسط الحجم والكتلة بتبعد عن الارض تقريبا مية وخمسين مليون كيلو متر بتدور حول محورها يعني الشمس برضو لها محور زي هاي زي الارض الارض بتدور حول نفسها الشمس بتدور حول نفسها برضو حول محورها تقريبا مرة واحدة كل خمس وعشرين لثلاثين يوم وبرضو الشمس بتدور حول مركز المجرة اللي هو مركز مجرة الدرب التبانة بتخلص دورة واحدة كل ميتان وخمسين مليون سنة الشمس زي هاي باقي النجوم هي مشعة بذاتها فيها طاقة بتنتج طاقة هاي الطاقة بتنتج بسبب ما يسمى بتفاعلات الاندماج النووي التي تحدث في باطن الشمس هاي التفاعلات بتنتج عن طريق اندماج أربع أنوية هيدروجين لإنتاج نواة واحدة من الهيليوم الفرق في الكتلة ما بين أربع أنوية هيدروجين ونواة واحدة من الهيليوم يتم إشعاعه على شكل طاقة كهرومغناطسية هلأ بالنسبة بس لبعد الأرض عن الشمس أو بعد الشمس عن الأرض المية وخمسين مليون كيلومتر هاي احنا منسميها بوحدة فلكية هلأ المسافات بالفضاء ما بتنقاس بالكيلومتر ولا بالمتر لأنه هاي وحدات قياس تعتبر صغيرة المسافات احنا عنا بالفضاء كتير كبيرة فوحدات القياس تبعتها رح تكون كبيرة أول وحدة قياس ليه ما تسمى بالوحدة الفلكية وتاني وحدة قياس ليه ما تسمى بالسنة الضوئية هلأ الوحدة الفلكية منستخدمها لقياس المسافات ما بين أجرام المجموعة الشمسية الواحدة يعني داخل حدود المجموعة الشمسية ما منطلع خارجها السنة الضوئية لسه أكبر تمام فاحنا منستخدمها لقياس المسافات ما بين النجوم اللي بتقع خارج المجرات الوحدة الفلكية الواحدة عبارة عن 150 مليون كيلومتر يعني إحنا بعدنا عن الشمس وحدة فلكية واحدة أو ما يعادل 150 مليون كيلومتر السنة الضوئية هي تعريفا هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة مقدارها 9.5 ضرب 10 للقوة 12 كيلومتر الشمس زي ما حكينا هي عبارة عن نجم هلأ هذا النجم يعني هي زيها زي باقي النجوم إلها فترة حياة محددة إلها كمية طاقة معينة لما بتخلص كمية الطاقة تبعتها بتموت هلأ النجوم لما تموت خلص بتبتل إلها القدرة إنها تحت يعني تظلها حاملة حالها بالفضاء فبتسقط تمام؟ هلأ الشمس بتتكون من عدة طبقات الشمس مش عبارة عن طبقة واحدة إلها عدة طبقات أول طبقة رح نبلش إحنا من الداخل لهي النواة هلأ النواة هي عبارة عن مركز الشمس هي موقع أو محل إنتاج الطاقة الشمسية حرارتها تقريبا 15.7 مليون كيلومتر هلأ فيها ضغط كتير شديد ليش؟ لأنه في عنا تفاعلات اندماج نووي بتحدث بشكل مستمر فبأدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كتير هائل ففيها ضغط كتير عالي هلأ في من النواة إلى خارج طبقات الشمس رح تنتقل الطاقة هاي طبعا في رحلة بتستغرق ما يعادل ملايين السنين ملايين السنين العادية اللي هي السنين الأرضية النواة عبارة عن طبقة كثيفة جدا تقريبا تشكل ما يعادل 20% من حجم الشمس الداخلي وهي الجزء الأكثر حرارة طبعا ارتفاع درجة حرارتها الكتير عالي بسبب تفاعلات الاندماج النووي إنها بتصير في داخلها الطبقة الثانية تسمى بالطبقة المتوسطة الطبقة المتوسطة هي عبارة عن طبقة كتير كبيرة تقريبا بتشكل ما يعادل 70% من المسافة الممتدة من نهاية اللوب تبع الشمس وحتى الطبقات السطحية تبعتها وظيفة الطبقة المتوسطة أنها بتنتقل الطاقة والطاقة اللي بتنتجها الشمس عن طريق إما الإشعاع أو تيارات الحمل وبرضو كمان في الطبقة المتوسطة يتم نقل الضوء الذي يتم تصنيعه داخل النواة ببطء فكرة تفاعلات الاندماج النووي اللي بتصير في النواة إن هي رح تنتج حرارة وتنتج ضوء هاي الحرارة وهاي الضوء بنتقله عبر الطبقة المتوسطة لأنه هي عبارة عن مسافة كتير كبيرة بتنتقل فيها الطاقة والضوء اللي بيتم إنتاجه داخل نواة الشمس عبر طريقتين إما طريقة الإشعاع أو عن طريق تيارات الحمل حتى توصل للسطح حتى إحنا نقدر نحس بهاي الطاقة أو الحرارة تبعتها أو نشوفها يعني يكون إلنا القدرة إن إحنا نرى ضوء الشمس رقم ثلاثة طبقة الغلاف الضوئي هلأ طبقة الغلاف الضوئي هاي تقع على السطح تمام؟ هي على سطح الشمس هلأ درجة حرارتها تقريباً 6000 كيلبن درجة حرارتها تعتبر كتير قليلة بالنسبة للوب بسبب المسافة الكتير بعيدة عن مركز الطاقة أو مركز التفاعلات اللي بتصير في داخلها هلأ طبقة الغلاف الجوي للشمس هي مش طبقة واحدة هي عبارة عن طبقتين عندنا أول إشي الغلاف الملون تاني إشي عندنا الإكليل هلأ الغلاف الملون اللي هو إنت بتشوف من خلاله الضوء تبع الشمس أو اللي بعطيك اللون تبع الشمس اللي إحنا منشوفها بالشكل الأصفر مرات في الشكل الماي للبرتقالي بالنسبة لطبقة الإكليل هلأ هاي الطبقة هي عبارة عن الجزء الخارج كتير للشمس يعني بعد الغلاف الملون هي آخر طبقة من طبقات الشمس الفكرة إنه مكونات المادة تبعته عبارة عن إشي اسمه بلازمة هلأ البلازمة هي عبارة عن حالة رابعة للمادة إحنا بنعرف المواد أما صلبة أو سائلة أو غازية في عنا حالة رابعة اللي هي البلازمة البلازمة هي عبارة عن أنوية موجبة الشحنة وإلكترونات سالبة الشحنة تمام؟ فالإكليل عبارة عن أنوية موجبة الشحنة وإلكترونات سالبة الشحنة فهو عبارة عن وسط موصل للكهرباء امتداده بيمتد من الجزء الخارجي للشمس حتى ملايين الكيلومترات هلأ إحنا أغلب الإشي اللي منشوفه أو الهالة اللي منشوفها بالعادة محيطة بالشمس هذا الإكليل إحنا أكتر من هيك يعني إحنا منشوف الغلاف الضوئي أو الغلاف الملون تبع الشمس ومنشوف الإكليل حواليه بس إحنا الطبقات الداخلية هاي إحنا ما منشوفها ما منقدر نشوفها من عنا هلأ الشمس في إلها بعض الظواهر اللي بتصير فيها كل هاي الظواهر هي متعلقة بإشي يسمى بالرياح الشمسية هلأ هاي الظواهر كلها إحنا عشان نشوفها وعشان نقدر نشوفها إحنا بدنا نحكي عن الشحنات الموجبة أو الأنوية الموجبة والإلكترونات السالبة كل هاي الثلاث ظواهر اللي رح نحكيهم هلأ هم رح يكونوا متعلقين بأول ظاهرة اللي هي تسمى بالرياح الشمسية الرياح بمفهومنا العادي هو عبارة عن هواء متحرك الهواء عبارة عن غازات في حالة الشمس إحنا ما عنا غازات وما عنا هواء اللي بتحرك عبارة عن ضقائق صغيرة مشحونة بشحنة موجبة أو سالبة يعني مادة الإكليل نفسها اللي هي البلازما هي قادة عم تتحرك بشكل كتير كبير ومسافتها أو مساحتها كتير عالية هلأ أو كتير كبيرة هلأ اللي بصير إنه في جزء من هاي الضقائق بتفلت من جاذبية الشمس لما بتفلت من جاذبية الشمس طبعا هي بتفلت بسبب سرعتها الكبيرة جدا بتفلت فبتنطلق على شكل رياح شمسية فالرياح الشمسية هي عبارة عن شحنات موجبة وسالبة مصدرها إكليل الشمس سرعتها كتير كبيرة تمام فبتفلت من جاذبية الشمس باتجاه الفضاء الخارجي الفكرة في هاي الرياح الشمسية هي عبارة عن وسط كهربائي شحنات موجبة وشحنات سالبة اللي بصير فيها لما بتوصل لمنطقة المجال المغناطيس الأرضي رح يأثر فيها رح يحرف مسارها ببعدها عنها رقم تنين عنا إشي اسمه البقع الشمسية هلا البقع الشمسية هي عبارة كيف الطبع اللي بيكون لونها أسود بتبين في مرات على سطح الشمس مش دايما بتكون مبينة هي مرات بتكون شديدة الظهور وأغلب الوقت بتكون خافتها جدا لدرجة إنها مش مبينة هاي البقع هي بتنتج بسبب الاختلاف في درجات الحرارة ما بين منطقة البقعة نفسها والمنطقة اللي حواليها منطقة البقعة بتكون درجة حرارتها أقل من باقي المناطق المحيطة لها بما يعادل 1500 إلى 2000 كيلفن يعني درجة حرارتها أقل عشان هيك بتبين بلون داكن بتحديدا أسود ممكن بني غامئ هلا بما إنه إحنا عنا الشمس بتتحرك حوالين نفسها حوالين محورها فإحنا هاي البقع برضو كمان لو كانت ظاهرة رح نشوفها بتتحرك الحركة عنا من الغرب إلى الشرق مع دوران الشمس حوالي محورها عدد البقعة بيختلف طبعا وشدة ظهورها تقريبا كل 11 سنة ممكن نلاحظ وجود بقعة داكنة كل 11 سنة ظهورها مش دائما بيكون موجود وهاي البقعة تحديدا بتكون على منطقة الغلاف الملون اللي هي اللي بتكون قبل الإكليل رقم ثلاثة ما يسمى بالشفق القطبي الشفق القطبي أو الأضواء الشمالية أو الفجر القطبي هي عبارة عن ظاهرة تنتج فعليا من التفاعل ما بين الرياح الشمسية والمجال المغناطيس الأرضي بتبين بس في سماء المناطق القطبية اللي هم القطب الشمالي والقطب الجنوبي في هاي الحالة بتظهر السماء بألوان لون أخضر لون أزرق لون بنفسجي لون نيلي فبتظهر السماء وكأنها ملونة تمام هلأ طبعا هي بتبين تقريبا في فترة الفجر يعني على الفجر هلأ اللي بصير إنه إحنا عنا المجال المغناطيس الأرضي تمام عند الأقطاب بجذب الدقائق اللي طالعة من الرياح الشمسية تمام اللي هي اللي فلتت من الإكليل وعند المناطق التانية بده يخليها تتنافر هلأ لما المجال المغناطيس الأرضي بجذب الشحنات الموجبة والسالبة اللي طالعة من إكليل الشمس بتفاعلوا مع بعض فعشان هيك بتظهر هاي الألوان هلأ ليش ما منشوفها في مناطق تانية لأنه في باقي المناطق وتحديدا عند دائرة الاستواء بصير فيه تنافر المجال المغناطيس الأرضي ببعد هاي الرياح الشمسية عنا فما بصير فيه تفاعل بينها هو بطردها للخارج وين بصير التفاعل تحديدا على القطب الشمالي الأرضي وعند القطب الجنوب الأرضي فقط